السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك وكل عام وأنتم بخير أعاده الله علينا وعليكم باليوم والبركات قبل ما نبدأ محور اليوم حابب أني أبلغكم أن دورة العملات الرقمية للمبتدئين بدأت هي دورة تستهدف أي شخص ما يعرف أي شيء عن العملات الرقمية ومعلومات في العملات الرقمية تحت الصفر كل اللي يحتاجه في هذه الدورة هو هاتف ذكي واشتراك بالإنترنت حابب أبلغكم أيضا أن الاشتراك في قناة التداول رجع مرة ثانية قناة التداول هي عبارة عن قناة خاصة ننشر فيها صفقات بنقاط الدخول والخروج ووقف الخسارة هي ليست توصيات أبدا وإنما صفقات ننشرها والقرار لك في اتخاذها على مسؤوليتك الشخصية بالنسبة لاشتراكات الدورة واشتراكات قناة التداول الخاصة هتلاقي تفاصيلها بشكل كامل في قناتي العامة في التليجرام رابطها موجود مثبت في أول تعليق أسفل هذا الفيديو ندخل لموضوع اليوم وهو موضوع شيق وأيضا موضوع مهم المعذرة إذا كانت تركيز نوعا ما ما هو فيه قمة أو وجه بسبب رمضان والصيام وما إلى ذلك هذا الفيديو تم تصويره في نهار رمضان فأعتدف من الجميع إذا كانت في بعض الملاحظات نفجع لموضوع اليوم اليوم راح أتكلم عن العملة الرقمية اللي أنا أعتقد في يوم من الأيام أنها تحل محلة البتكوين في الكوين ماركت كاب وتعمل ما يعرف بي الفلبنين وهو الإنقلاب على البتكوين بحيث أنها تصير رقم واحد في الكوين ماركت كاب والبيتكوين هو رقم اثنين في الكوين ماركت كاب هذا لا يعني أن سعرها سيصبح أغلى من سعر البتكوين ولكن أنا أتكلم عن ماركت كاب أو رأس مال سيكون أعلى من البتكوين علشان أريحك من البداية أنا ما راح أتكلم عن عملة بديلة راح تضاعف مليون إكس وألف إكس أنا راح أتكلم عن عملة الإيثيريوم أعرف أنه هذا الشيء قد يصطمك لكن أعطيني شوية وقت أشرح لك إذن تتابعني من زمان تعرف من أيام ما كان الإيثيريوم تقريبا بمئة دولار أو شيء من هذا القبيل وتلاقي المقاطع والحلقات موجودة في قناة اليوتيوب إلى الآن كنت أتكلم عن الإيثيريوم وكنت أشجع الإيثيريوم كمشروع اليوم الإيثيريوم سعره فوق 3200 دولار أمريكي بوقت تصوير هذه الحلقة تقريبا ليش الإيثيريوم؟ هذا هو أهم سؤال ممكن نسأل لنفسنا لسببين مهمة السبب الأول كمشروع لا يوجد مشروع بيوتيلتز أو باللغة العربية استعمالات أو استخدامات في العملات البديلة أو العملات الرقمية بشكل عام كالإيثيريوم السبب الثاني هو يعتبر أقل العملات البديلة خطورة بسبب رأس المال الضخم الموجود فيه والشركات الكبيرة المتوغلة في هذا المشروع هذا يجعل الإيثيريوم هو أحد أفضل الاستثمارات سواء داخل أو خارج العملات الرقمية في الوقت الحالي وهذا وجهة نظري الشخصية أتحمل مسؤوليتها لنفسي أنا وجهة نظرك وقرارك وقرارك لوحدك وقارك بأموالك على مسؤوليتك الشخصية ربحا أو خسارة هذا لا يعني أني ضد البيتكوين أنا مستحيل أكون ضد البيتكوين البيتكوين هو رقم واحد وهو رقم الصعب ولازلت أعتقد أن أي محفظة لازم تحتوي على بيتكوين على جزء مجزئ من البيتكوين لأن البيتكوين هو الأساس وهو قائد السوق بلا منازع ولكن الأقصد أن الإيثيريوم يعتبر أحد العملات البديلة التي سيكون لها شأن كبير على المستوى السياسي الاقتصادي الاجتماعي وحتى على المستوى الفردي في المستقبل بأم الله سبحانه وتعالى خليني أستعرض أمامك الآن أداء الإيثيريوم مقابل أداء البيتكوين هي أحد الأدوات التي دائما نستعملها في قناتي هنا لتحديد اتجاه السوق نبدأ لأداء الإيثيريوم مقابل أداء البيتكوين تلاحظ أن أداء الإيثيريوم مقابل أداء البيتكوين كل يوم في تطور عن اليوم السابق ونلاحظ ذلك بوجود قمم مرتفعة وقيعات مرتفعة يعني خلاصة الكلام أنا قاعد أقول أنه في يوم من الأيام قد يصبح الإيثيريوم هو العملة رقم واحد في الكون ماركت كاب هذا مرة أخرى لا يعني أن سعر الإيثيريوم سيكون أغلى من سعر البيتكوين ولكن الماركت كاب أو رأس المال للإيثيريوم سيكون أعلى من ذلك في البيتكوين ممتاز إذا هذه وجهة نظرية فيجب أن يكون هناك تفسير منطقي وأساسي لهذه النتيجة وهذا التفسير هو كالتالي التفسير بكل بساطة أني راح أستعرض أمامك الإيثيريوم ماركت كاب مقصوما على البيتكوين ماركت كاب هذا يعني أن كل ما زاد هذا اليتشارت وارتفع هذا اليتشارت سيصل إلى مرحلة ينقلب فيها الإيثيريوم على البيتكوين ويصبح الإيثيريوم لعملة رقم واحد في الكوري ماركت كاب ولكن لتحقق هذا اليتشارت هناك ثلاثة محفزات أو ثلاثة كاتاليست أو محفزات لهذا التحرك أول تحرك على هذا اليتشارت والمشار له باللون الأخطر هو يكون بسبب وذلك بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى The Merge The Merge هو تحديث على الشبكة من المتوقع انطلاقه في الجزء أو ضبع الثاني من عشرين واثنين وعشرين بمعنى آخر من الفترة الحالية إلى شهر جون من العام الحالي وفي هذا التحديث ينتقل الإيثيريوم بشكل كامل من Proof of Work إلى Proof of Stake وهذه راح تكون الشعلة التي ستقود هذا التشارت كما نرى باللون الأخضر ثم بعد ذلك ندخل إلى المرحلة المعروفة بالconsolidation أو اللي نسميها بالتذبذب السعري ولجعل المقاومة دعم وهذا ما نراه باللون الأحمر على التشارت الموضح أمامك الآن ننتقل إلى الفيز الأخير أو المرحلة الأخيرة في انقلاب الإيثيريوم على البيتكوين التحديث الثالثة أو المرحلة الثالثة وهي ما نراها باللون الأصفر على التشارت وهذا التشارت اللي نسميه تشارت انقلاب الإيثيريوم على البيتكوين وهو ما يعرف بالشارت تشين هذا التحديث من المتوقع انطلاقه بأمن الله سبحانه وتعالى في عشرين ثلاثة وعشرين إلى الآن لا يوجد تاريخ بالضبط ولكن أغلب المعلومات تقول في بداية عشرين ثلاثة وعشرين لو تلاحظ هذا يتماشى مع توقعاتنا بأمن الله سبحانه وتعالى بقمة البيتكوين وأن قمة البيتكوين بأمن الله سبحانه وتعالى ستكون بين سبتمبر إلى ديسمبر من العام الحالي تليها قمة السوق والعملات البديلة بالشكل العام في بداية عشرين ثلاثة وعشرين ما بين جانيوري إلى فبراير من عام عشرين ثلاثة وعشرين فإحنا قلنا أن قمة السوق أو العملات البديلة بأمن الله سبحانه وتعالى بناء على المعطيات اللي عندنا ستكون في بداية عشرين ثلاثة وعشرين وهذا يتطابق مع انقلاب أو مع تشارت انقلاب الاثيريوم على البيتكوين وأنه من المتوقع انقلاب الاثيريوم على البيتكوين إلى تلك المدة بأمين الله سبحانه وتعالى وهي بداية عشرين ثلاثة وعشرين أتمنى أني وفقت أني أوصل لك هذه المعلومة وخارطة انقلاب الاثيريوم على البيتكوين بأكبر شكل ممكن ميسر وبسيط في نهاية هذا المقطع أتمنى لكم يوم جميل أتمنى لكم صيام مقبول وإفطار شهي لا تنسوني أنا والديني من دعاكم أكثر من الصلاة الحبيب عليه الصلاة والسلام في أمان الله